انتقد رئيس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي التصريحات النيابية المتعلقة بقانون تجنيس الأربعة آلاف معتبراً أن ما جاء على ألسنة النواب ليس إلا تكراراً لما صرحوا به في مجالس سابقة نحن نقول هذا التصريح هو تصريح مكرر نسمعه كل سنة وكل عام وما في أي تنفيذ نحن نطالب النواب إذا كانوا حقيقة فعلاً جادين في هذا المشروع أن يحاسبوا الحكومة ووزير الداخلية ويستجوبونه على القوانين السابقة اللي وافق عليه المجلس ووافق عليها الحكومة وصادق عليها البرلمان كذلك صادق عليها صاحب السمو أمير البلاد إذا كانوا فعلاً هم صادقين نحن نتمنى منهم أن يحاسبوا الحكومة على تقصيرهم في السنوات الماضية